بسم الله و صلى الله على أسعد خلق الله سيدنا و حبيبنا و شفيعنا رسول الله و على آله و صحبه و مولاه أما بعد رجعنا لكم تاني و مع الفقر الفقهية أسأل الله جل و علا أن يفقهنا و إياكم في دينه و أن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين الكرام يقول فيه ما الفرق بين الرؤيا و الحلم و هل الحلم يكون فيه بشارة أقول و بالله التوفيق و منه العون و المدد و السداد و الرشد هناك فرق شاسع بين الرؤيا و الحلم فالرؤيا من الله و الحلم من الشيطان الرؤيا لها دلالات و إشارات و الحلم له علامات الرؤيا تتعلق بأمور صالحة ربما استخار الإنسان ربه في شيء ما فيرى رؤيا منامية تبشره أن يفعل أو يكون فيها تحذير من أن يقترب من هذا العمل و السيدنا النبي صلى الله عليه و سلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح يعني اللي بيشوفوا النبي بيتحقق في الحقيقة في الواقع في أرض الواقع و في عالم الناس و دنيا الناس طيب و السيدنا النبي يقول في الحديث أيضا الرؤيا الصادقة جزء من ست و أربعين جزءا من النبوة يعني ممكن واحد نايم و يبشر أن زوجاته حامل و أنها ستلد له ولد و ربما يسمى الولد في المنام يقول له سميه محمد أو أحمد إلى غيره ده رؤيا صادقة الرؤيا الصالحة يراها الرجل ربما يراها الإنسان أو يراها غيره له واحد يقول له يا أخي ده أنا شفتك مبارح في المنام شفتك جالس مع حضرة النبي شفتك بتطوف بالكعبة شفتك لابس ملابس الإحرام شفتك بتصلي شفتك بتتوضع دي كلها بشارات طيب لما يبقى فيه كبوس أو يبقى فيه حاجة بيراها الإنسان تخيفه في المنام ده اسم حلم الحلم من الشيطان تعمل إيه لما تشوف حلم أو تشوف كبوس أو منام مفزع أو المتؤوم من النوم استعذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم و ادفل عن يسارك ثلاثا بدون ريق قل أعوذ بالله من همزه و لمزه و نفخه و نفثه أقول اللهم ارزقني خيرها و جنبني شرها استعذ بالله من هذا الحلم الشيطاني و أقول يا رب اصرف عني سوء هذا الحلم إنما الرؤية أقول الحمد لله إذا رأى أحدكم رؤية يحبها فليحمد الله و إذا رأى غير ذلك فليستعذ بالله من الشيطان و الرؤية تخبر بها من تحب لما تشوف رؤية طيبة يعني تقص هذه الرؤية على من تحب طيب لو اللي انتهى تقوله الرؤية ممكن يكون في حسد لا تقصص عليه الرؤية زي ما قال سيدنا يعقوب لابنه سيدنا يوسف لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين يبقى الخلاصة أن الرؤية من الله و الحلم من الشيطان الرؤية تأتي ببشارة تأتي بخبر مفرح تأتي بأمر يصر القلب و يفرح الإنسان و يشرح الصد أما الحلم فيكون من الشيطان استعذ بالله من شره نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا و إياكم العلم النافع و العمل الصالح و أن يجعلنا ممن يقولون فيفعلون و يستمعون فيتعظون و يعتبرون اللهم أمين أشوف حضرتكم إن شاء الله على خير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته